التكريم بعد الوفاة ظاهرة تفشت في مجتمعاتنا التي تنتظر رحيل الأيقونات والرموز في معظم المجالات حتى تنتبه إلى أنهم يستحقون التكريم وكأن الموت شرط من شروط الاحتفاء بهؤلاء العظماء نحن أمة لا تستيقظ عندها العواطف إلا بعد الموت ولا نعترف بحبنا للشخص إلا بعد رحيله نحن أمة تكرم الإنسان بعد موته وتقدره وتمنحه من الأوسمة والشهادات ما بخلت به عليه في حياته أي مجتمع هذا لا يكرم أبناءه ولا يعرفهم إلا بعد انتهاء حياتهم المجتمعات المتطورة والمتحضرة تكرم الرواد على إنجازاتهم أثناء حياتهم وفي وقت مبكر والتقدير للعمل الجميل في وقته المناسب في دول العالم الثالث في الغالب يطال التكريم الأشخاص بعد وفاتهم نحن عباقرة في تكريم الموتى تكريم الشخصيات الإبداعية والعملية والمنتجة بشكل متميز أثناء حياتها العملية أو بعد تقاعدها على الأقل وهو الأجدى لقد أطلت علينا في السنوات الأخيرة موضة جديدة لتكريم المتميزين بعد وفات هؤلاء الرجال مع الأسف الشديد وكأننا لم نعرف جهودهم أو نقدرها إلا بعد الرحيل ما قيمة التكريم حين يكون الجسد قد توارى تحت الثرى؟ لماذا ننشغل بتكريم الأموات وننسى الأحياء؟ هل هو تكريم أم إحساس بتأنيب الضمير؟ هل هو اعتذار للأموات عن تقصيرنا بحقهم في حياتهم؟ الميت قد لا يشعر بمحبتنا له لأنه ميت ويحتاج مننا للدعاء والذكر الحسن ولكن الحي يحتاج إلى المحبة إلى التقدير إلى التكريم إلى الشعور بالوجود والعرفان والأهمية خصوصا حينما يكون قد بذل في حياته ما يستحق كل هذا إن من أفضل الأعمال التي تهدى للميت الصدقة والاستغفار والدعاء والحج وأفضل الصدقة عنه ما كانت مستمرة وباقية أرجوكم أكرموهم وهم أحياء فذاك أجدى لهم أما تكريم الأموات بعد رحيلهم فلا يكون إلا كلوقوف على أطلال الراحلين بلا ثمن حقيقي في رصيد تقديرهم شكر للموت الذي يجعل منا أبطالا بعد أن أنكرتنا الحياة ونحن على قيدها هذا رأيي أعرضه ولا أفرضه مجرد خاطرة اشتركوا في القناة